حاببين أعرف بس في البداية إيه هو المفهوم المهاني من النباتيين يعني كويس زي ما حضرتك قلنا بالظبط في البداية النباتين دول أنواع لأنه فيه ناس كتير يقول لك أنا حاب أن نباتي وخلاص لأ فيه كذا نوع لأنواع النباتيين وموجودين لها تصنيف فيه النباتين اللي هم اللي هم النباتيين قوي بقى دول اللي ما بيقلوش أي حاجة نباتي جدا دول آآ ده بقى اللي هو إيه ده ما بيقلش أي حاجة حيوانات أي حاجة فيها روح زي الأقباط بالضبط في مصر نهوت بيبقوا نباتيين في فترة معينة في الصيام بتاعهم ما بيأكلوش أي حاجة فيها روح زي إيه؟ الفراخ والسمك واللحمة والبيض وجميع الحاجات اللي هي ممكن تقدر فيها زي ما تقول فيها روح دي كيض ما بيأكلوهاش دول النباتيين بقى اللهم استريك ولهم مشاكلهم طبعا لو خدناها طويل هيبقى فيها إيه؟ مشاكل طب مين تاني برضو؟ هم نباتيين برضو بس بيزودوا اللبن ويزودونها اسمها لكتوفيجن دي بيزودوا اللبن في منهم برضو يزودوا البيض وفي منهم يأخذوا البيض ومشتقطة وحاجات زي كده في منهم هم 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 وروحوا مزودين كمان إيه؟ السمك ويجي يقولك برضو يبقى إحنا بنأكل إيه سمك وفي منهم بقى إيه؟ اللي ماشي بمزاجه يقولك مرة يوم نباتي يوم لأ بيحبوا إيه معنى النباتين؟ دول بيعملوا إيه؟ بيبقى ليهم ناس معينة أول ممكن تكون معتقدات دينية نمرأ واحد نمرأ اتنين ممكن تكون إن هو بيحب البيئة عايز يحافظ على البيئة ممكن حاجة تالتة كمان إن هو يكون مثلاً عايز بيحب الحيوانات عايز يعيش صحياً أكتر لها مدار؟ ليها مدار لها فوائد؟ ليها فوائد كتير جداً وده اللي حنقدر نتكلم عليه كمان نتكلم عنه على طول على طول الفوائد الفوائد بقى بالنسبة لفوائد الأنظمة النباتية بصفة عامة أولاً كمية الألياف اللي موجودة كويسة جداً كمية السعرات الحرارية قليلة يعني إيه بقى سعرات حرارية قليلة؟ يعني معنى كده إن هو حيبتدي يقل في الوزن ده حاجة كويسة الامتلاء اللي بيحصل له